اشتركوا في القناة اغلاق المسجد الاقصى المبارك وفي الجزء الثاني نتوقف عند قرار السلطات المصرية اقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة اهلا بكم شهدت مدينة القدس المحتلة توترا شديدا خلال اليومين الماضيين حيث فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حصارا مشددا على المسجد الاقصى واغلقت ابوابه امام كافة المصلين في خطوة خطيرة هي الاولى منذ عام 1967 ثم عادت وفتحته امام المصلين لصلاة الجمعة بعد موجة من الغضب الشديد والاحتقان في اوساط الفلسطينيين جاء ذلك على خلفية المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة المقدسة بين قوات الاحتلال وأهالي المدينة المقدسة الذين هبوا لنصرة المسجد الاقصى ومنع اقتحام الجماعات الاستيطانية لباحاته حيث توجد هذه المواجهات بمحاولة اغتيال الحاخام المتطرف إهودا جيليك المسؤول فيما يسمى أمناء جبل الهيكل مساء الأربعة وإصابته بجروح بالغة الخطورة سلطات الاحتلال اتهمت الأسير المحرر معتز حجازي العضو في حركة الجهاد الإسلامي في القدس بالقيام بالعملية وقامت بتصفيته أمس الخميس الأمر الذي زاد الاحتقام في المدينة المقدسة وأدى إلى اندلاع المزيد من المواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال وبعد صلاة الجمعة عمت مظاهرات في مناطق مختلفة من مدينة القدس ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مخيمات شت وكانت السلطات الاحتلال منعت الرجال الذين تقلوا أعمارهم عن خمسين عاما من الدخول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة فيه كما نشرت الآلافة من عناصر الشرطة وحرس الحدود في أحياء المدينة المقدسة ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الستوديو السيد محمد صوالحة المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية أهلا وسهلا بك سيد محمد سيد محمد الاقتحامات للمسجد الأقصى تتصاعد والأكثر من ذلك هو أن الإسرائيليون يتجرؤون على إغلاق المسجد الأقصى في سابقة خطيرة كما يقال لم يسبق أن قامت بها سلطات الاحتلال منذ الاحتلال عام 1967 أين تكمن خطورة هذا الإجراء الإسرائيلي الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد أن السياسة الإسرائيلية تمضي بخطة ثابتة في سبيلها لتحقيق الرؤية الصهيونية في القدس وفي الضفة الغربية إجمالا ولكن بشكل أساسي في مدينة القدس هم يستغلون كل حادث يحصل من أجل التقدم خطوة أكثر تحت ضغط الإعلام والرأي العام لذلك ما حصل من إغلاق المسجد الأقصى وهي كما تفضلت للمرة الأولى منذ حرب عام 1967 تعتبر في تصور خطوة وجرأة أكثر مما كان يحصل في السابق ولكن أنا أعتبرها جزء من الخطة الإسرائيلية التي اعتمدتها القوات الصهيونية من فترة طويلة موضوع الاستيطان منع المؤسسات الفلسطينية من العمل في داخل القدس محاولات تغيير ملامح المدينة بناء الكنس داخل البلدة القديمة وبجوار المسجد الأقصى الاقتحامات التي تجري كل يوم وهذا له علاقة في الحقيقة بفتاوى صهيونية في البداية كانت الفتوى الصهنية والرأي الديني اليهودي لا يسمح بصعود اليهود إلى ما يسمونه جبل الهيكل أي إلى منطقات المسجد الأقصى ثم تغيرت هذه الفتوى عند عدد كبير من الحقامات اليهود بدأوا يسمحون للصعود إلى المسجد في البداية كان يعتبر هذا حرام لأن ذلك يعتبر تدنيس للجبل الهيكل بدأ هذا في الأطراف يعني بمعنى أنه المجموعات المتطرفة لكن شيئا فشيئا بدأت تحول إلى ما يسمى قوى المركز بمعنى أنه صارت المسؤولون الحكوميون ومسؤولو البرلمان الكنيسة هم الذين يقودون هذه العمليات ولذلك نرى دائما نائب رئيس الكنيسة هم من أوائل الذين يعني يقومون بهذه الاقتحامات منذ يومين كان رئيس بلدية القدس المدعو نير بركات مثلا كان على رأس مجموعة دخلت أيضا واقتحمت المسجد الأقصى إذن هذا في الحقيقة كله من أجل أن تضع إسرائيل ما يمكن تسميته أمر واقع في مدينة القدس طبعا قبلها سبق ذلك عفوا التغييرات التي حصلت تحت المسجد الأقصى عمليات الحفر وقد شفت كل هذه الحفريات وكل هذه الأنفاق وللأسف أقول لم تحرك العالم العربي أهل القدس متركون وحدهم هم الذين تصدون لكل هذه السياسات الصيونية سيد محمد ما الذي يجعل سلطات الاحتلال تتجرأ على المسجد الأقصى المبارك ويفترض أن خلف المسجد الأقصى المبارك مليون مليار ونصف المليار من المسلمين أظن أنا أن السلطات الإسرائيلية تقرأ الواقع العربي جيدا كما قلت يا سياساتها بدأت منذ فترة طويلة ازدادت هذه أو تسارعت وترت هذه السياسات بعد اتفاق الوسلو الذي نص على تأجيل البحث في موضوع المسجد الأقصى نهائيا عفوا في القدس نهائيا إسرائيل كانت تقصد بذلك هي تغيير طبيعة البلد القديمة والقدس بالإجمال القدس الشرقية حسب الاتفاق مع السلطة الفلسطينية ثم بعد ذلك إسرائيل الآن تستغل الواقع العربي انشغال العالم العربي بنفسه ثم هناك تحالف غير معلن ما بين كثير من الأنظمة العربية بالذات الأنظمة التي وقفت ضد الربيع العربي والأنظمة الخائفة من التغير في العالم العربي الأنظمة التي تريد أن تقف الولايات المتحدة على جانبها أسهل طريق الوصول إلى الولايات المتحدة للإدارة الأمريكية هو التحالف مع إسرائيل لذلك هناك تحالف مع إسرائيل هذا ينعكس على اللوب الصهيوني في الخارج وبالتالي هناك عمل مشترك بينهم في الخارج ضد الربيع العربي وضد القوى الحرة في العالم العربي المقابل هو السماح لإسرائيل أو إطلاق يد إسرائيل فيما يجري في داخل فلسطين وفي داخل مدينة القدس لكن سيد محمد ألا تعتقد أن إطلاق كلمة تحالف بين الأنظمة العربية أو الدول العربية وإسرائيل فيما يخص تهويد مدينة القدس أمر قد يكون مبالغ فيه؟ ربما نقول تسمي أنت مبالغ فيه على الاعتبار أنه هو تحالف غير معلن لكن واقع الحال في الحقيقة أنا أراه تحالفاً بمعنى إسرائيل لا يمكن أن تفعل هذا لولا إتفاق غير معلن مع هذه الأنظمة ما هو موقف السلطة الفلسطينية على سبيل المثال؟ أي إنسان قد يسأل ما هو موقف السلطة الفلسطينية؟ هل تستنكر؟ ترفض؟ دعك مما يجري في الإعلام ما يجري في الإعلام شيء آخر يعني مثلا الأردن السلطة الفلسطينية بإمكانهما أن يأخذ كل القيادات الصهيونية إلى محكمة الجنايات الدولية كيف؟ الذي يجري في القدس هو جريمة بكل المقاييس منع الناس من الصلاة في المسجد الأخصى جريمة الاستيطان في القانون الدولي جريمة عمليات القتل التي تحصل جريمة كلها عمليات قتل خارج إطار القانون دون محاكمات هذا كله يمكن أن يأخذ قادة إسرائيل كلهم إلى المحكمة الجنايات الدولية ما الذي يمنع رئيس السلطة الفلسطينية من الذهاب إلى الجنايات الدولية؟ مثلا ما الذي يمنع الأردن الموقع أصلا على ميثاق روما من الذهاب إلى المحكمة الجنايات الدولية؟ لماذا تقف الدول العربية كلها دون أن تتحرك؟ طيب منذ أيام منذ شهر ونصف تقريبا أو شهرين رأينا أن هناك تحالفا حصل بين الدول العربية وبين الولايات المتحدة والدول الغربية من أجل مدينة في الشمال السوري طبعا كل العالم العربي والإسلامي عين العرب عزيز علينا ولا نريد لأي منها أن يصاب بأي أذى لكن الجميع تم تركيز الإعلام على هذه القضية والجميع ذهب في تحالف معلن هناك طيب هل القدس لا تحتاج إلى تحالف؟ أقل أهمية هل فلسطين أقل أهمية مثلا؟ هل القدس أقل؟ هل المسجد الأقصى أقل أهمية؟ أنا أعتقد أنه يعني إسرائيل لا يمكن أن تفعل هذا الذي تفعله إلا إذا كان هناك اتفاق ما بينها وبين هذه الأنظمة العربية الساكتة طيب الأردن كواحد من هذه الأنظمة العربية التي تتهم بأنها ساكتة بالأمس وزير خارجيتها وأكثر من مسؤول أردني تحدث عن تهديدات أردنية للسلطات الإسرائيلية إذا لم تتوقف عن سياسات التهويد والاقتحام للمسجد الأقصى فسوف تقوم الأردن بسحب السفير الأردني للتشاور هل هذه الخطوة؟ ألا تعتبر هذه خطوة جيدة من أردن؟ أولا هذا لا يعني شيئا ثانيا منذ مدة كان هناك مطالب من الجمهور الأردني بسحب السفير الإسرائيلي وكان رئيس الوزراء يبرر أن هذا بطرد السفير الإسرائيلي أقصد؟ بسحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي وكان رئيس الوزراء في الأردن يقول أن هذا ليس من مصلحة الفلسطينيين كيف؟ هو بررها أننا بهذه الطريقة نبقي على الاتصال بيننا وبين الإسرائيليين للبحث في هذا الموضوع وإذا سحبنا السفير وطردنا السفير معناها انقطع الخط أنا أعتقد أن هذا الكلام هذا الكلام للاستهلاك ليس أكثر النظام في مصر وهو أكبر دولة النظام في السعودية وهي الدولة أيضا من أهم الدول العربية ورعية الحرمين الجميع يسكت ليس هناك حركة الذي يجري في المسجد الأخصى الآن جريمة بكل المقاييس الأهل القدس وحدهم متركون وحدهم يواجهون القوة الإسرائيلية الهائلة بصدورهم العارية هذا هو الواقع دعنا مما يجري مما نسمعه في الإعلام مما يجري مما نسمعه في الإعلام غير الذي نراه على أرض الواقع للأسف الشديد ربما تأكيدا لبعض مما تفضلت به الدول العربية لم تنتفض لإغلاق المسجد الأخصى في سابقة تاريخيا منذ 1969 لم يحصل من قبل إسرائيليين وربما هذه في المستقبل تداعيات أو ربما إجراءات تستند إليها إسرائيل لعمل المزيد من هذه المسائل ضد الأخصى الذي كما ورد في الإعلام الذي أدى إلى إعادة فتح الأخصى للناس يوم الجمعة لصلاة الجمعة هو طلب أمريكي من إسرائيل خشية أن يتم انفلات الأمور وبالتالي لم تقم لا الأردن ولا السعودية ولا مصر بالضغط على دولة إحلي إسرائيلي إنما تقدير السلطات الأمريكية والناطقة باسم الإدارة الأمريكية تحدثت في هذا الأمر وقالت أنها طلبت أو طلبت أمريكا من إسرائيل أن تفتح الأخصى للمصلين إذن هذا يؤكد غياب تام للأمة العربية أم أن الأمة العربية ذهبت وطلبت الأمر من أمريكا وأمريكا هي التي ضغط على إسرائيل لا أنا أعتقد أن الأمريكي كان أكثر عقلا من الدول العربية بمعنى أنه أكثر تعقلا بمعنى أنه هم يدركون إلى أين تسير الأمور الجانب الصهيوني أحيانا يكون غبي في استفزازه للناس الحكومة الحالية هي حكومة يمينية ويشارك فيها المستوطنون بشكل رئيسي أحد الأحزاب الرئيسية هو حزب المستوطنين وبالتالي دافعهم الرئيسي هو الحماس والتطرف الديني بينما الأمريكان ننظرون بطريقة أكثر تعقلا وبالتالي يضغطون على الحكومة الإسرائيلية من أجل تنفيذ هذا الوضع القائم والاحتخال القائم ما يجري في القدس في الحقيقة منذ ما يزيد على شهر حتى منذ ما قبل الحرب على غزة في الحقيقة هو انتفاضة حقيقية يعني هناك انتفاضة حقيقية في القدس في كل حي من أحياء القدس لكنها معزولة للأسف الشريعي معزولة بالتأكيد لأنها أولا تواجه آلة صهيونية كبرى رقم اثنين هي أيضا ليس لها أي مدد من العالم العربي والإسلامي ماذا عن الفلسطيني؟ الفلسطيني اليوم على سبيل المثال في كل مدن الضفة الغربية وفي غزة كان هناك مظاهرات ضخمة ولكن الشعب الفلسطيني شعب محاصر وأهل غزة على سبيل المثال لم يخرجوا من حر تدميرية إلا منذ أسابيع وبالتالي أنا أعتقد أنه لا نستطيع أن نطلب أكثر من الشعب الفلسطيني أكثر مما قدم بالتأكيد الشعب الفلسطيني سيبقى مدافعا بكل ما يستطيع عن المسجد الأخصى وعن القدس وعن الضفة الغربية وعن كل فلسطين ولكن الحديث ليس هنا فقط باختصار الشعب الفلسطيني لا يواجه إسرائيل وحدها الشعب الفلسطيني يواجه الآلة الصهيونية مدعومة بكل الآلة الغربية بينما الشعب الفلسطيني محصور عندما حصلت الحرب على غزة كان معظم الأنظمة العربية ينتظر أن ترفع حماس الغاية البيضاء وتستسلم وهذا الذي لسوء حظهم لم يحصل طيب سيد محمد العالم المجتمع الدولي هل يمكن العب دور مثلا في وقف الانتهاكات الإسرائيلية أمريكا التي تصفها بأنها أكثر تعقلا من العرب أليس بالإمكان أن تنهى إسرائيل عن هذه الجرائم التي تمارسها ضد القدس عموما وضد المسجد أكسا المبارك أحيانا نسمع تصريحات من الإدارة الأمريكية كما ذكرت قبل قليل أكثر مما نسمع تصريحات من الدول العربية ووزير الخارجية الأمريكي في الحرب على غزة لعلكم تذكرون أنه في واحدة من البرامج الإخبارية خرج منه كلام بعد أن ظن أن الميكروفون أغلق مسيء لإسرائيل وإسرائيل هاجمته وتعرض في الحقيقة هو لهجوم كاسح من طرف وما يزال يعتبرونه غبي يعتبرونه أبله يعتبرونه كذا وكذا ومنحاز وضد إسرائيل والإدارة الأمريكية كلها كذلك في الحقيقة الإدارة الأمريكية كلها مع إسرائيل ولكنه على الأقل يعني يوازنون في بعض الأحيان بقية القوة الدولية سيد محمد القوة الدولية الأخرى أوروبا هذه الدول تقف إلى جانب القوي الدول العربية ليس لها أي تأثير بل الدول العربية لا تتحدث عن فلسطين يعني معلوم أو مشهور أن بعض المسؤولين الأمريكان كانوا يقولون أنه الزعماء العرب عندما يأتون إلى البيت الأبياء لا يتحدثون إطلاقا بقضية فلسطين هم يتحدثون في قضية فلسطين عندما يذهبون إلى تلفزيوناتهم لكن عندما يذهبون إلى المسؤولين الأمريكان لا يطالبونهم متى يمكن أن يكون العرب مؤثرين عندما يكون لهم قوة ويكون لهم كلمة واحدة وتأثير أنا أعتقد أن يستطيعون أن يؤثروا لكن الإشكال يقع في النظام العربي نفسه مدام الأمر بهذا الشكل ولا أمل في حكام وأنظمة العالم العربي الإسلامي هل يمكن التعويل على ما نراه من ملامح ضغط أوروبي بعض الدول تطالب بوقف الاستيطان أو موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثلا هل هذه تعطي شيء من الأمل للفلسطينيين أن العالم ربما يتحرك من أجل القدس والأقصى؟ أنا أعتقد أن العالم يعني مش رح يتحرك من أجل القدس والأقصى العالم يتحرك إذا رأى أن الشعب الفلسطيني صامد وأنا أعتقد أن هناك رابط ما بين حركة الاعتراف بالشعب الفلسطيني يعني بحق الشعب الفلسطيني في دولة التي تجري الآن في الدول الأوروبية بدءا بسويد ثم بريطانيا والآن هناك إسبانيا وفرنسا والدنمارك على الطابور كما يقولون هذا في تصوري جاء بسبب صمود الشعب الفلسطيني وبسبب انفضاح إسرائيل في حربها الأخيرة لحرب الدموية عندما يرى الناس أن الشعب الفلسطيني يعاني الجماهير في هذه الدول تضغط على حكوماتها ونحن رأينا في بريطانيا أن الحكومة كانت ترفض هذا الضغط ولكن النواب هم الذين أخذوا هذا التوجه واضح اسمح لي الآن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ صالح لطفي مدير مركز الدراسات المعاصرة من أم الفحم الشيخ صالح أهلا وسهلا بي حياك الله أستاذ الحبيب الشيخ صالح يعني إلى أين ستقود المنطقة تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك وبحق القدس عموما أخي الكريم في تصوري أن القضية يجب أن نقرأها من زوايا مختلفة اتجاه ما تكون بإسرائيل في القدس عموما والمسجد الأقصى المبارك خصوصا إسرائيل تستثمر في هذه اللحظات التاريخية حالة السيولة الكثيفة التي تمر في علمنا العربي وبالذات في محيط هذه الدولة وفي ظل حالة التشوه الفكري والأخلاق لدى معض القيادات الوطنية الفلسطينية بين شطائر فما تكون به إسرائيل اليوم في القدس أنا معطى أعتقد اعتقادا جازما أنه يأتي في سياق تفاهمات وفي سياق اتفاقيات قد تكون معلنة وقد تكون غير معلنة لكن بالقطع الأيام القادمة ستكشف عن بعضها لعل تصريحات على سبيل المثال للحصر الرئيس السلطة الفلسطينية في القناة العاشرة أمس بأنه منع إطلاق رصاصة واحدة أثناء الحرب على غزة يشي في بعض التشوه الأخلاق السياسي لدى قيادات الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا يشجع القيادة الإسرائيلية بغض النظر الآن عن منطقة السياسية يمينيا صار تشجع هذه القيادة على أن تتوغل في القدس عموما وفي المجل الأقصى المبارك على وجه الخصوص وإضافة إلى ذلك أن هناك كما ذكر ضيفك الكريم وذلك حكومة أمريكية هي في الحقيقة تخذ بالمطلق إلى جانب الدولة العبرية وفضل عن وجود لوبي صهيوني قوي جدا في مفاصل الحكم الأمريكي ووجود ملايين من الأمريكيين الذين يعتقدون جازمين بضرورة تغيير المنطق الجغرافي الديني لما يسمونهم جبل الهيكل بمعنى آخر تغيير المجل الأقصى المبارك وبالتالي نحن اليوم في هذه اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخ شعبنا الفلسطيني وفي تاريخ جغرافيته المقدسة وتحديدا للجد الأقصى المبارك أمام ثلاثية طرد غير مسبوكة في تاريخ القدية الفلسطينية اتفاق دولي صامت رسمي على ما يضغف القدس والجد الأقصى المبارك اتفاق عرضي من الأنظمة الرجعية وجزء الانتزازة منها بعض القيادات الشعب الفلسطيني وأخيرا شعبنا الفلسطيني كشعب وشعب جريح هو بين ثلاثية جمع جراحه والتوفيئة واستحقاقه المعيشي والدفاع عن وجوده وأنت تخيلك الكريم ما يضغل الآن على حدود غزة من الجهة المصرية اتجاه خطاع غزة جريمة إنسانية بكل ما تحمل هذه المعنى ولا رادة لهذا الفعل شيخ صالح هذا التشخيص الذي تفضلت به يعني في النهاية أن الإسرائيليين يسيرون باتجاه تقسيم المسجد الأقصى ليس فقط زمانيا بل ومكانيا بمعنى أنهم ماضون في الخطة ولا يوجد ما يردع هذه الخطة الإسرائيلية أنا أقول لك بصراحة موقف الشخصي الذي أمن به أعتقدوا اعتقال إنجاز من الإسرائيل لن تقسيم المسجد الأقصى المبارك لا تقسيما مكانيا ولا تقسيما زمنيا هي تريد ذلك لكن لا تستطيع لصبت بسيط جدا أن شعبنا الفلسطيني في ندينة القدس تحديدا وفي الداخل الفلسطيني كظهير لهذا الشعب المرابط في القدس لن يسمح بذلك أنت تعلم أن المحاولة اغتيال أحد كبار دعاة الصهيونية الدينية لإقتحامات مدد الأقصى المبارك شكل إضاءة حمراء للحكومة الإسرائيلية يكسي أخي الكريم أن تعلم أن إسرائيل في ليلة الخميس من الساعة التاسع والنصف نساء حتى الساعة الرابعة فجرا توحدت قناتها الثلاث الرسمية والتجارية القناة الأولى والقناة الثانية والقناة الثالثة توحدت في بس غير مسبوق حول تاريخ هذا الإنسان وتاريخ هذا الرجل وماذا فعل للحكومات الإسرائيلية من أجل تثبيت قدم اليهود في المسجد الأقصى المبارك تقصد الحاخام جليك؟ تقصد الحاخام جليك؟ نعم 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 وفي الوقت ذاته هم كانوا يحذرون بشكل صريح لما يأتي وزير الأمن الداخل الذي يعتبر من السقور اليمين في إسرائيل ويتحدث على أنه يجب أن ينسى الإسرائيليون تقسيم المسجد الأقصى المبارك ويجب أن يفهموا أن الوضع القائم الذي يكرمه شديان عام سرعة وستين يجب أن يكون قائم والسبب المباشر والرئيس هو انتفاضة هنا في القدس تتعلم ماذا تعني كلمة انتفاضة في مدينة القدس يعني أمام العالم أجمع أن القدس هي موحدة أن القدس ليس تعاصمة أبديا لدولة إسرائيل كما هم يعتقدون وهم يعلمون جيدا أن القدس ستغسى ستعود إلى تقسيمها الجغرافي المكاني وبالتالي هم يريدون الآن اتباع سياسة النفس الطويل وجود ألفين من الشرطة الإسرائيلية اليوم وحرس الحدود والأجلات الخاصة وحيطة مجلد الأكثر مبارك لم تمنع ستة آلاف مصلي جيد الخرسين فما فوق من أبناء الداخل فلسطين والقدس أن يدخل مجلد الأكثر مبارك وليصلي أكثر من أشرة آلاف مصلي في أسوار المجلد الأكثر مبارك هذا التحدي غير مسبوك للدولة العبرية وبالتالي هم يعلمون علم اليقين أن شد الحبل إلى نهايته يعني انقطاع هذا الحبل وبالتالي العودة إلى انتفاضة ثالثة هم يعلمون جيدا من هذه الانتفاضة لن تكون لعبة أطفال شيخ صالح هل انتهى في تقديرك أو انتهت ردة الفعل الإسرائيلية على محاولة اغتيال قيلك وكأين تضع التهديدات الجديدة للجماعات اليهودية المتطرفة التي دعت إلى اقتحام الأقصى بشكل جماعي ردا على هذه المحاولة أصلا إغلاق المجد الأكسر المبارك وهو ظاهر وعمر غير مسبوك في تاريخ المجد الأكسر المبارك والمجد الأحد الصليبي إلى يومنا هذا إغلاق المجد الأكسر المبارك فقط من ليلة الخميس إلى صلاة فجر يوم الجمعة رغم مطالبة القوى اليمينية الإسرائيل المتطرفة في إغلاق المجد إلى إشعال آخر يؤكد أن المسلمون في الداخل الفلسطيني وفي مدينة القدس وفي الضفة الغربية عموما يملكون أدوات ضغطة هائلة اليمين المتطرف في إسرائيل يريد أن يقصر نجل الأكسر المبارك الآن قبل الغد في هذه اللحظة لكنه يعلم أن السياقات الدولية والسياقات السياسية والإقليمية فضلا عن السياقات الفلسطينية الداخلية تحول بالأذائك لا تنسى أخي الكريم أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تركت ندبات قاتلة في وجنات المجتمع الإسرائيلي تتكشف جنباتها يوما بعد يوم على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وبالتالي نحن أمام حالة مدافعة أنا أسميها مدافعة قدرية في سياق سياسي وفي سياق رباني ليس نحن فلسطينيين لأننا فيه دور كبير بقدر ما وجود هناك دور لفلة اختارها الرب تبارك وتعالى لتلعر دورا مهما في هذه اللحظات التاريخية في هذه القضية شيخ صالح لطفي مدير مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة سؤال أخير أستاذ محمد صوالحة كيف تقيم ردة فعل الشعوب العربية والإسلامية حتى الآن على مثل هذه الجريمة الصهيونية أنا أعتقد أنه رد الفعل العربي ما يزال ضعيفا جدا الشعبي الشعبي حتى الشعبي ما يزال وإن كان يمكن أن نوجد بعض العذر لبعض هذه الشعوب خاصة تلك البلاد فيها غير مستقرة سوريا وضحة صعب العراق وضحة صعب الليبيا وهكذا ولكن أيضا هناك جماهر عربي أخرى في دول عربية أخرى ينبغي أن يكون لها موقف الحقيقة مختلف كليا لكن أعود مرة ثانية وأقول هذا الظرف السياسي الذي يعيشه العالم العربي يعني وضع سيء ولذلك يجب على الشعب الفلسطيني وأنا أظن أن الشعب الفلسطيني يدرك هذا جيدا أنه يجب أن يعتمد على نفسه بعد الله عز وجل وأهل القدس أثبتوا خلال المرحلة الماضية وأهل الثمانية وأربعين وهم الذين بالمئات إذا ليس بالآلاف من الرجال والنساء منهم قطعوا حياتهم لكن يخشى أستاذ محمد أن يكون هذا إعفاء لبقية المليار ونصف مليار من الأمة الإسلامية لا أخصد إعفاء أحد ولكن أنا أصف الآن أنا أصف وأقول هناك المئات بل الآلاف من أهل القدس وأهل الثمانية وأربعين ممن يعني لا عمل لهم الآن قطعوا حياتهم إلا المرابطة داخل المسجد الأخصى والوقوف في وجه المستوطنين وأنا أعتقد الآن المستوطنون بعد هذا الذي جرى بعد عملية القتل هذه لأحد زعمائهم سيحسبون حسابا مختلفا لأهل القدس أشكراك أستاذ محمد أرجو أن تبقى معنا للجزء التالي إذن مشاهدينا الكرام نخرج إلى الفاصل قصير نعود بعده لمناقشة أبعاد القرار الذي اتخذته السلطات المصرية بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة ونبحث في الأسباب الحقيقية ومن المستفيد من هذا القرار فأرجو التفضل بالبقاء معنا